بقري اختي دي الخل ولا غير بربع ولا غير نسكاس دي الخل غد تخل سليونشي حاجة اسمي تتشقوقات انا عارفة بزف دي اللي بنات كي يعانو من الفلاح اللي كيكونو في الرجيلات كذلي كننمشو الكلاف تسبوغات الكحوليات زرقية يعني المشاكل كاملة كالطحالينا هكذا يا في الوجيه دينا في رجيلات دينا في الجسم دينا عبتو يا ابنت هاد فصل الشيتاء ما شاء الله عليه يعني كي رفتي كننولو الجسم دينا نشف من رأسنات الرجلين وخصوصا الرجلين يعني كياكلو العصاد ديال بالصح وكي اللي يقع ما كتتهلاش في رجلية لف فصل الصيف لف فصل الشتاء فاليوم اختي اللي غنقولك جي بلي نسكاس ديال الخل ولا ربع كويس ديال الخل واجينتهلها فيك باحسن وصفة اللي فيها تقشير فيها تبييد فيها توحيد وفيها ترطيب وفيها توريد عبتو يا ابنت راه الزوينة بكل مقاييس ديال العوضة اختي ما تمشي للصالون وتخسري لي ولا تنفقي واحد المبلغ ديال 150 درهم لسوان ديال الرجلين ولا ميتين درهم جي بلي اختي غربع كاس ديال الخل ولا غنسك ويس ديال الخل وغنبرعه كنت هلا فيك باحسن ما يكون وابسط كدلي كما يكون يعني وصفة ماشي غالية ماشي فيها مقادر كتير بزافلة مقادرها سامبل ورخاص وزوينين واهم حاجة البنات انها في المتناول ديال جميع المهم كيما قلنا غزالتي شنو غنحتاجو غنحتاجو الخل ديال المائدة الملون اراكم انتم ما كتعرفوني انا دي ما كان نخدم به الوصفة ديالي هولي غنخدم به الاغوسات قبل دي ما غزالتي ما تنسونش من اللي لايك واشتراك ديالكم على اللايك بزاف بزاف ديالي لايك غزالتي والاشتراك وخليوا لينا تفعلوا زي الجرس خليونا الارأة ديالكم وعلى بركة الله كما قلت لكم نحتاجو هنا يخل المائدة الملون هذا البنات رهزوين زوين زوين بزاف ما شاء الله على المكونات دياله وعلى المقادر دياله يعني اللهم بارك وزيد في ذلك فكيما قلنا غدي نحتاجو ان شاء الله الخل ديال المائدة الملون كمية اللي بغيتو يعني الكمية كتبق اختيار ايا وضوق اياه لحسب كل واحد وغادي نحتاجو في مقادر التانوية ان شاء الله سكر سنيدة يعني المكوين اللي غنضير به القوماج واللي غنقشرو به هو سكر سنيدة هذا البيض العادي ما غنضير شالبن ني بممكن ديال البني اللي بغيتو ولكن انا غدي نضير غير العادي فغادي ناخد منه ان شاء الله الكميا اللي غتناسبني يعني اللي حسب رج ما علق تلاثة المعالق المهم اذا كانت عدد أفراد الأسرة كثير فأخذكم طبيعا ضعفوا الكمية كذلك غزلاتي نحتاج هنا يصشي وحدة دي الخميرة دي الحلوة وعندي انا هادي دي الإيديال هادي رهزوين معروفة بمفئة 8 جرام ما شاء الله المنافع ديالها كذلك غادي نحتاج الفلفلة الحمرة هادي البنات شتوها هادي الفلفلة الحمرة هادي غزال 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 كتحمق راهزوين هالتحميرا هادي فنة هاها هيا ها شوفوا البلاتيكا ها كيف عشدي رفغي البلاتيكا فيما يبلو كالفلفلة اللي عندي هادي هادي الميكا يعني ماشي شي دي فلفلة صفر ولفلفلفلة بعة تقديمة حديد ريال بنات دي مالفلفلة بنيعطالك العطار شوفي فيها ومسيا وقلبها بس اكده اتعرفيش نوعات عربي ما يجيش ويزرب عليك ويعطلك هاداك شي معبر للا فى مي قنات نشوف لحمرة مطحونة خل المائدة الملون خل الحامض خل المائدة الملون خل المائدة الملون خل المائدة الماء يجب أن تخبيرها يجب أن تخبيرها سابو البلدي يجب الخرقوم و الحامض سابو البلدي جمال عروس يحمق و يجب خمسة دراما سوف تلقى خمسة دراما سوف يتقلب معلومة و سوف تلقى سوف يجب أن تلقى و سوف تدهش بالمهم نحتاج نشاء أو ماء و سوف نحتاج الماء سوف يجب ان يدهد و سوف نقوم بساطة سكر ساندة كمية سكر ثانية تبقى اختياري على حسب كل واحد سوف نضيف جوج معالق بسم الله جوج معالق السكر سوف نضيف سشي الخميرة الحلوة نجمع نجمع النواشف هنا سكر تجمع نضيف المصاب سوف نضيف ملتقى النصاب نضيف المصاب 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 الثانية الثالثة نضيف المصاب نزيد قليلا الخل و أصفجتني قليلا أنا دائما أفضلها سوف يكونوا جاريا لا يكونوا أخذين 100 في 100 نزيد قليلا نزيد قليلا تصميم القليل غمق نزيد قليلا ضغيه ضغيه ولي بغا تدير جوج ولا تلاسة المعالق را كيبقى عندها كامل الاختيار وكامل حرية تدير بدك شي اللي بغاك شوفي اختي الوصفة كيف اشتير ما شاء الله اشتري يا لبنات شنو هنديروا دابا غادي نديروا التوريد دابا لقدرنا التبيت ترطيب تقشير كل شي دابا في هاد الوصفة بخالينا غير التوريد نجمعوا الوصفة لل干د спорт اشتراتي شوف verklok ماشاء الله منشاء الله منشاء الله منشاء الله منشاء الله الإحما fug الحم فهد الشي كامله غير بربع كويس دي الخل و لا عندك الحساسية منه دي ماخ و دي كاس كبير ساعل ما عمره بالماء وضيف لي غير قطيرات الخل هنا من الخل ما غيكونش مركز و غادي يناسب لك يعني لابو ديالك هاد الشي اللي كان دياله ولكن انا الاغلبية يعني الاغلبية يعني الاغلبية في كندير هاد طريقة الاغلبية كان ديال غير خل المائدة في حال ده بكي ما شفتوا رغم نطبقها على رجلية يعني ما عندي شي اشكال ولكن كين بزب ديال بناس عندهم مشاكل مع رجليهم يعني غاكي يضيفون الخل هكذا مباشرة كين بيضوا تحسسوا ليهم رجليهم فهذه طريقة ولا هادي اسيزوينة ممكن تعتمد عليها و تبقى تخدمي بيها رها من اسهل الطرق البنات و من انجح كذلك الطرق المهم ها انتوما تشوفوا اللون دياله كيفاش ديال شتو شتو اللون البنات ما شاء الله على الوية بوضعين كي يحمقوا كي يهبل يحل هذي القماجات هذو والله القسم كيتباعد 150 درهم ميسين درهم ميتين وخمسين درهم يعني ما قادر لي هما ساهلين قماج زوين ريحت زوينه في طرطب اه ولكن هذ المبلغ المبالغ فيه انا اختران تصوي بغا فابور سوف يتخاف مالك و 250 سنة سوف تجيب بيش حاجة ليه مهم عندك الداراك والوليدات ديالاك يعني ما كان لاش ديك يعني هذا المبلغ هذا غات مشي تضيعي غاف الخوة الخاوي للأسف كين بزاب ديال ديال هالبنات كي وقعوا في هدا المشاكل هادول للأسف يعني ما نصحوا مش بهم نهائيا مهم هانتو ما شفتوا الوصفة كيف جديرة ما شاء الله عليها اشوفوا القوام اشتو اللهم بارك وده بغن نطبقها على يد ديالي شنو غات ديلي دباختي غات تخضي لي واحد الميكا او لا سلوفان او لا نايلون او لا اي حاجة ودخلي فيها الرجيلة ديال كل رجيلة بوحدها متزديهم شبجوج كل رجيل بوحدة في ميكا او من بعد متمر ثلاثين دقيقة بالضبط شوفوا ذو كل حبيبات ما شاء الله عليهم ديال ديال سكا كيفاش منيك يدوبوا كيفاش كيو اليوم فني كتحدي ديك الميكا وكتمر ثلاثين دقيقة شنو غات ديري غات تاخدي لي اختيم حكا بحال هادي تبر ديال يا ديال فيها جوج جيهات حضا حرشة بزا وحدا اللا عفتو يا لبنات ها ديال كتخرج شي وسخ وشي حاجات العجاب والله القسام لبنات العجاب هادرها موجودين وتمن ديالهم يعني رها في الموتانة والديال جاميع اه ولكن ممكن مثلا اه اتدري اعواد مثلا هادو تدري غير حجرها ذاك اللي كيكون ديال البحر ذو كل حرشين هادو كتابو ما تحكي بيون بعد المرات ثانية ما كتكونش عندي مثلا هادي فطار ولا هادا فكن حكا ناخد غير ذاك الحجرها العادي وكن بدا نحك فيها والله قسمت هي كتعطي نتيجة فمن بعد ما تحكي غادي بلك ذاك الوسخ كل ونزلك في الرجيلة ديالك وما تخلي عمده شي رجلت مزيان 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 ونشفيهم ونزلت معك السر لي كنتديرو الحدود الساعة لترطيب وتوحيد وتبيض ناص على القدمين وهو الفازلين ديال الحامض اه هي الاسر اللي كيدرقو عليكم بزاف ديال لبنات والسالونات اذا كان عندي و لكن لا يجب ان تتقنى كيف او الحمض الان شركاته معك سوف تبقى ستقنع لده ستقنع بلده و انت تحت احد تقلينا تحيد انا لده الان اختلع لدي اختلع لدي ستقنع لدي يجب انك تبقى عندك كامل الاختياء فالمهم هذا البنس الحمض لكن هذا وهو اخر هذا البنس مشتوجة اتصالي كان عندي و لكن ما اتصالي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة